بيت لحم ينضم إلينا مراسل العربي فادي العصة فادي بحسب الأنباء التي تريدون هناك تطورات قبل قليل في الخليل ما الذي يجري هناك؟ صحيح قبل أن نبدأ بالخليل هي تطور الأبرز هو في منطقة عقربة في المنطقة الشمالية أو الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس جيش الاحتلال يقوم الآن بأخذ مقاسات منزل الأسير أسامة بني فضل هذا الأسير الذي يتهمه جيش الاحتلال بتنفيذ عملية قتل فيها مستوطنين في التاسع عشر من شهر آب الماضي ومنذ ذلك الوقت طبعا قام جيش الاحتلال بمطاردة كبيرة ولمدة طويلة ليعتقل هذا الشاب الذي تبين في السادس والعشرين من الشهر الماضي بأنه كان متواجدا ويختبئ في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين وقتها طبعا في نهاية الشهر الماضي كان جيش الاحتلال اقتحم المخيم وقتل خمسة مواطنين الفلسطينيين واعتقل بني فضل الذي داهم منزله اليوم في منطقة عقربة في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة نابلس والآن هو يأخذ مقاسات هذا المنزل الذي يقع في طبعا عبارة عن منزل يقع بين ثلاث الطوابق وعلى الأغلب أن جيش الاحتلال في مثل هذه الحالات يقوم بأخذ المقاسات ومن ثم يقوم بعمليات زرع العبوات قبل أن ينفذ عملية تفجير متوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال اندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين الجيش أبعد العديد من سكان المنازل المجاورة عن هذا المنزل وقم بجعلهم وأجبارهم على الخروج في العراء وكذلك أيضا أطلق قنابل صوت وغاز تجاه المواطنين الذين تجهم مهره في محاولة لدرء وإيقاف عمليات الهدم أو التفجير المتوقعة في هذه المنطقة كذلك عودة إلى سؤالك في جنوب محافظة الخليل تحديدا في منطقة بننعيم وصريف وبيتمر هذه المناطق الثلاث في مناطق مختلفة من محافظة الخليل داهم جيش الاحتلال هذه المناطق واندلعت مواجهات أطلق جيش الاحتلال للرصاص وكذلك قنابل الصوت والغاز واندلعت مواجهات هناك لغاية اللحظة العملية العسكرية تستهدف مصادرة مركبات في منطقة سوريف في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة الخليل وكذلك أيضا مدهمات للمنازل في منطقة بيتمر شمال الخليل ومنطقة بننعيم شرق محافظة الخليل لتكون هذه المحافظة تشهد ثلاث اقتحامات متواصلة حتى هذه الأثناء كان مستوطنون قد هاجموا مصلين في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وأقدموا على رش غاز الفلفل تجاه عدد منهم الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه تعامل مع إصابتين وعالج بعضهم ميدانيا نتيجة الرذاذ الفلفل الذي أطلق بكثافة طبعا مع تجمهر المواطنين الفلسطينيين لأداء الصلاة في داخل هذا المسجد كذلك أيضا مداهمات نفذها جيش الاحتلال في منطقة عنبتة وكفر اللبد في المنطقة الشرقية من محافظة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة أقدم خلالها عمليا على إطلاق قنابل صوت وغاز ما أدى إلى اندلاع مواجهات ويداهم جيش الاحتلال في هذه المناطق رويدة يمكن أن نقول أن مداهمات الجيش هي أولا تهدف لعمليات مصادرة مركبات أو عمليات تفتيش منازل وكذلك عمليات اعتقال وثانيا يمكن أن تكون ضمن إجراءات جيش الاحتلال لتدريب جنوده الذين هم من جنود الاحتياط الذين دفع بهم طبعا للعمل بعد هذه المعركة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر وواضح جدا بأن هؤلاء الجنود يتدربون خاصة في المناطق التي كانت لا تشهد عملية المواجهات أو اقتحامات أو حتى لا ينفذ فيها جيش الاحتلال ينسحب ويتبين أنه لم يعتقل أحد ولم يصب أحد وتتبين النتيجة في النهاية أنه كان يقوم بتدريب لهؤلاء الجنود شكرا جزيلا فادي العصى مراسل العربي من بيت لحم على هذه الإحاق